من البعض يقول بأن فرنسا هي اللي رسمت هذه الخريطة وسلمت هذه المساحة للجزائر على طبق من ذهب بعدما اقتطعتها من امتداد أراضي التوارق والمغرب ولكن يبدو أن كتب التاريخ عندها رأي آخر ونقريت ما يؤكد أن الجنوب الجزائري كان تابع للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي في 1830 وهذه الحدود لم يجمعها استعمار ولم تفرض على أحد بل هي نتيجة تحالفات وتوحدات ترجع لعدة قرون لوقت سقوط الأندلس واللي هي الظروف اللي توحدت فيها الدولة الجزائرية الحالية هذا المنطقة الجنوبية الغربية من الجزائر تعرف باسم توات وهي إقليم ممتدة على عدة واحات شاسعة كما يقولوا في دائرة المعارف وفي توات من القرى ما يقول الأهالي أن عدده كعدد أيام السنة وأما قوتهم فمعظمه من التمر والغنم ويجلب لهم القمح من بلاد التلوب وتحديد انتماء توات لما كانت تابعة قبل الاحتلال الفرنسي راح يكون هو الإجابة لموضوع هذا الفيديو نقر هنا لقد رأى أهل توات أن يطلبوا حماية فرنسا وأن يدفعوا لها الضريبة كما كانوا يفعلون مع الدايات سمى أهل توات لواقعة في أقصى الجنوب كانت ضاربتهم للداي في الجزائر العاصمة ولم تكن ضاربتهم لملك المغرب ولا موريطانيا ولم يكونوا مستقلين عن الجميع بل كانوا تابعين للجزائر لكن احنا نطرح السؤال منذ متى بدأت هذه العلاقة بين الجزائر وعمق الصحراء يقول ألفريد جورز بول مارتن في عام 1578 نظمت قبائل تافيلالت وهي موطن الأسرة العلوية لتحكم المروك اليوم نظمت هجوما لتخريب توات فاتحدت كل الواحات وطلبت تدخل دايل جزائر فكتب على الفور رسائل تهديد للمهاجمين وأرسل مبعوثين إلى توات وكما شفنا القوة التي لاجأ لها سكان قصور توات لحمايتهم من فضائع هذه الهجمات التي تعتفيلالت هو بايل جزائر وبالتالي فإنهم اختاروا بالضبط السلطة التي تحميه ويقول مايكل عشر في كتابه الموت في الصحراء لقد اختار لينغ الوقت الخطأ للقيام بأول عبور أوروبي إلى الصحراء كانت البلاد الواقعة جنوب عين صالح أكثر ارترابا مما كانت عليه منذ سنوات فقد كان دايل جزائر العثماني الحاكم الإسمي للمنطقة قد أوقف تجارته مع الجنوب بسبب الحرب وقبل ما نختم نقرأ لكم صفحة أخرى من صفحات التاريخ قبل 1830 كان سكان منطقة توات يدفع الضريبة لدايل جزائر وعن سلطتهم في التوسع في احتلال الجزائر كاملة يقول لفرانسيس ستحل سلطتنا محل سلطة الدايات السابقة واضحة كذا هذا اعتراف من فرنسا بأنها امتدت في احتلالها على مساحة الجزائر مثل ما وجدتها فاللي يزيد يقول أن فرنسا منحت للجزائر شبر أعطيها تصفحات يقرأ فهذه شواهد تاريخية دامغة بأن واحة الصحراء العميقة حتى لتوات جنوب عين صالح كانت منذ 1578 تتبع للجزائر وشفنا أيضا أنه بديت هذا توحد الجنوب